اشتركوا في القناة الجهود والخدمات التي تقدمها شؤون الجمارك في اطار دورها لخدمة الاقتصاد الوطني وجذب الاستثمار اذ تعد الجمارك رفدا مهما في اقتصاد مملكة البحرين بداية نتقدم بخالص التهاني والتبركات لكافة منتسبي شؤون الجمارك واشكرهم على كل ما يقومون به من تأدية رسالة شؤون الجمارك والمتمثلة في حفظ امن المملكة وحماية المجتمع من جانب وكذلك تيسير حركة التجارة والسفر المشروعة من جانب اخر اشكرهم على كل الانجازات التي تحققت حيث ان ابرز الانجازات التي تحققت في العام الماضي هي حصولنا على المركز الاول في افضل ممارسات العمل الحكومي والتي تم تقديمها من خلال الملتقى الحكومي للعام 2019 ولا يفوتني في هذا المقام ايضا انا اتقدم بخالص الشكر والعرفان لمقام سيدي وزير الداخلية على دعمه المباشر والاسناد والمتابعة الحثيثة لكل ما نقوم به في تأدية رسالتنا حقيقة في هذا العام ننتهي تقريبا من تطبيق استراتيجيتنا الحالية والتي تم تجشينها في عام 2017 والتي استمرت لثلاث سنوات من تالية الاستراتيجية حصلت فيها امور كثيرة كنا نطمح فيها ابرزها طبعا اعادة تنظيم وهيكلة شؤون الجمارك توثيق كافة الاجراءات المعمول بها ورفع كفاءة العاملين وزرع القيم المؤسسية فيهم كذلك ابتدت الاستراتيجية لتشمل تحديث كافة منظومة العمل اللي نقوم فيها من اجهزة اشعة وتقنيات حديثة تمكن ضابط الجمارك من تالية مهام امتدت ايضا تلك الاستراتيجية للتواصل مع العملاء والشركاء وتقديم افضل الخدمات الجمهورية لهم جميعا لله الحمد يصرني اليوم ان اعلن انه بلغت نسبة الانجاز في الاستراتيجية الحالية ما نسبته 95% لحد الان وتبقى القليل للانتهاء منها اما عن المرحلة المقبلة فان احنا قاعدين نعد العدة لتجشين استراتيجية القادمة وهي للاعوام 2020-2023 ونتطلع باذن الله في تجشينها في القريب العاجل من خلال احتفالية مناسبة لهذه المناسبة سجلت شؤون الجمارك في السنوات الاخيرة نقلة نوعية في العمل الجمركي من خلال استراتيجية شؤون الجمارك 2017-2020 ما يجعل تقديم الخدمات الجماركية متميزة على مستوى الاقليم من خلال تيسير حركة السفر والتجارة وتعزيز امن وسلامة المجتمع ادارة جمارك المنافذ البحرية تسعى دائما الى تطوير اجراءاتها الجمركية وذلك بالانتقال الى تخليص الالكتروني الكامل بنسبة 100% وفي خلال عام 2019 تم الانتقال الكامل الى النظام التخليص الالكتروني بنسبة 100% لعمليات التصدير وسيتم حاليا العمل على وضع الخطط للانتقال الى تخليص الالكتروني الكامل للشحنات الخاصة بعمليات الاستيراد في منافذ الجمارك البحرية خاصة في ميناء خريفة بن سلمان طبعا من خلال الرؤية لجلشناتها شؤون الجمارك في تعزيز التجارة بمملكة البحرين قامت ادارة المنافذ الجوية على تسهيل الخدمات الالكترونية وتفعيلها لدخول وخروج البضايع الى المملكة ومن جانب اخر قامت على استقطاب احداث الاجهزة في التفتيش على مستوى العالم لانسيابية حركة المسافرين بالمطار النظام افوقه عبارة نظام تخليص الالكتروني يتمتع هذا النظام بافضل المواصفات التي تساهم وتساعد في تسريع الاجراءات الجماركية وتساعد المخلصين في اعداد البيان الجماركي اين مكانه مع دفع الرسوم الجماركية اونلاين واستفاء الرسوم الاخرى واستفاء القيود المتعلقة بالجهات ذات العلاقة كذلك نظام افوق ماخران قام بالربط مع الجهات والادارات ذات العلاقة الجماركية قرار التخليص المسبق الذي اصدره معالي رئيس الجمارك جاء بعد رسط زمن الافراج ومن اجل تحسين زمن الافراج اصدر هذا القرار هو عبارة عن الزام المخلصين بالتخليص المسبق اي تقديم البيان الجماركي للترقيق المستندي قبل وصول الشحناء تؤكد شؤون الجماركي انها ماضية قدما في عملية تحديث الانظمة والاجراءات الجمركية الفعالة بما يتلاءم مع المتغيرات العالمية وبما يضمن تقديم خدمات جمركية متميزة وعلى مستوى عال من الجودة ترجمة نانسي قنقر